السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم متابعين الكرام اليوم سنقدم لكم معلومات على الزنك الزنك من المعادن المهمة في الجسم ديالنا بزاف ديال العمليات الحيوية خصوصا العمل ديال بعض الأنظيمات كي يعتمد على الزنك أهم حاجة كيديرها الزنك في الجسم ديالنا هي تقوية المناعة كي يحارب الالتهاب كيدعم موت الخلايا السرطانية كي قوي الخلايا اللي كينا في الدم ديرنا كيتحارب الفيروسات والمكروبات وكيدخل في تصنيع ديال بزاف ديال المواد في الجسم ديالنا بحل هرمونات الجنسية البروجستيرون والأستروجين للنساء والتيستوستيرون عند الرجال وتصنيع الحيوانات المنوية كما أنه كيدخل في تصنيع ديال البروتينات وحتى الادئين ولا يغين حتى وما يدخل في صنيعه وكذلك الهورمونات الغودة الدرقية ما يمكن تصنع إلا بحضور الزنك وبعض المعادن الأخرى طبعا ولكن الزنك كيف يفرض راسه في العديد من الأنشطة الحيوية في الجسم ديالنا خصوصا كما قلنا الأنظيمات الزنك بهذا الدور المهم دياله خصنا نعتمد عليه في الحياة اليومية ديالنا الجسم ديالنا ما كيسمعوش وما كيخزنوش يعني خصنا ناخدوه من التغذية فقاش غادي نكونوا مضطرين باش ناخدوا مكملة غدائية او لا نعتمدوا على التغذية اللي غانية جدا بالزنك ما اللي غادي نلقاه هاد العالمات اللي كتبيين بانه كاين نقص الزنك في صحة ديالنا من بينها نقص المناعة او ضعف المناعة كيفاش غادي تبان بان الشخص كيبقى يمرض بزاف يعني كيجيها الرواح وكيبرى معاتني كيجيها الرواح او لا كيمرض بالحلاقة بزاف كيمرض بسخانة بزاف يعني كيبقى يبرى ومرض يعني فترات متعددة في السنة فهذا المناعة دياله ضعيفة كذلك من اللي كيكون الشخص مصاب بالإسهال حتى هو علامة من علامات نقص الزنك الإسهال المتكرر اللي كيتعالج وكيرجع أولا لما كيقدرش المريض أنه يعالج الإسهال دياله فحتى هو ممكن يكون علامة من علامات نقص الزنك كذلك ضعف الشهية يعني من اللي كيكون الواحد ما كيقدرش يكون مزيان في مدة طويلة يعني كيكون هذا الاضطراب غالبا ناتج على نقص الزنك كان أيضا مشاكل في الشعر والأضافر والجلد فبالنسبة للجلد ممكن يبانوا بعض الإضطرابات وبعض الأمراض بحال ليكزيما بحال حب الشباب بحال لاكخو ديغماتيت وحد البقع يعني جلدية كتبان على العينين ونواحي الفم وفي المخرج ديال الإنسان فهذه العلامات الجلدية هي كتدل على نقص الزن مشكلة للأضافر خصوصا من اللي كيكون فيهم بقع بيضاء احتهي علامة من علامات نقص الزنك وكذلك تساقط الشعر يعني هذه العلامات كاملة بالإضافة إلى قلة النوم وقلة التركيز وقلة القدرة الجنسية عند الطرفين فاحتهدوا من علامات نقص الزنك أيضا كان لقاوه العلامات اللي كانوا مشهورين في هذه السنتين الأخرتين فقدان الشم وفقدان الدوق يعني حتى هما من علامات نقص الزنك وأخيرا كان لقاوه صعوبة في التآم الجروح يعني الواحد كيتجرح وما كيبرى ليش الجرح دغياء كيقول لي الجرح دياله كيتعطم في أنه يلتأم وتجمع ما شبح للناس العاديين اللي عندهم مناعة قوية وعندهم ظنك كافي لالتآم الجروح شنون اللي غد يخلي هذا الزنك ينقص في الجسم ديالنا ونعانيه من هذه الأمراض وهذه العلامات اللي ذكرناها أول حاجة ممكن يكون الإسهال متكرر يعني الواحد دي ممرج بالإسهال فالإسهال سبب من أسباب نقص الزنك وعلامة من علامات نقص الزنك كذلك ممكن يكون الواحد تحرق خصوصا الحرق الخطيرة لكي تشد واحد المساحة كبيرة من الجلد حتى هي ممكن تسبب نقص الزنك كذلك سؤل الامتصاص وخل واحد كياخد مأكولات ومكملة غذائية فيها الزنك ولكن المصار دياله فيهم مشاكل كيخلوا أن الامتصاص ما كيتمش بشكل جيد مثلا غادي يكون عنده القولون التقرحي أو لا فشل بانكرياس أو لا مرض كرون وكذلك الأطفال الخدج يعني اللي تولدوا قبل الوقت حتى هدو أغلبية كيكون عندهم نقص ديال الزنك كين أيضا بعض الأدوية اللي ممكن تسبب لنا نقص الزنك خصوصا الناس اللي كيشربو هدو الأدوية على مدة طويلة بحال الأدوية ديال ارتفاع ضغط الدم نوع ديوريتكس يعني مديرات البول بحال إيدروكلوغوتيازيد هذا من النوع ديال الأدوية اللي ممكن تسبب لنا نقص الزنك كين أدوية مضادة للحمودة حتى هي كتسبب نقص الزنك ودواء ديال ديباكين وبينيسيلامين أيضا من الأسباب اللي ممكن تخلي الزنك ينقص في صحة ديالنا سوء التغذية ما كان أكلش مزيان أو لا التغذية اللي كتكون غنية بالفيتات أو الأوكزالات الفيتات اللي كتكون مثلا في الحبوب والقاطاني أو الأوكزالات اللي كتكون مثلا في الشاي فهدو إلا بدينك نتناولوهم بكثرة معا يعني ديك التغذية اللي كتكون غنية بالزنك فكيمنعوا الامتصاص ديال الزنك وهكذا كنضنوا بأننا نخدينا الزنك ولكن ما تمش الامتصاص ديالو وكانت قوديما مفتقرين للزنك لهذا من الأفضل تجنب شرب الشاي والقهوة مع هاد الأغذية اللي كتكون غنية بالزنك أولا مع المكملة الغدائية إلي أعطىها لك الطبيب باش تعوض الزنك اللي نقص عندك بالنسبة لهذا المشاكل كلها مشكل عنده الأدوية دياله بحل الإسهال مضادات الإسهال وتعرف علاش الإسهال كتعاني منه والداويه بالنسبة لسوء الامتصاص أو لا يعني سوء التغذية خصيك تكون مزيان خصوصا الأغذية اللي كتكون يعني ديال البيت وكتكون طبيعية ما كيكونش الأغذية ديال الشارع أو الأغذية معلبة وصناعية بالنسبة للمشكل ديال سوء الامتصاص خصنا إصلاح الأمعاء ويعني الاعتناء بها وعدم إهلاكها بكثرة الأدوية وكثرة المضادات الحيوية ومضادات الحموضة وبالنسبة للجانب ديال الفيتات والأغذية فبالنسبة للفيتات اللي متواجدة في الحبوب أو القطاني ممكن أن الواحد بثلا في الحبوب اللي كيكونوا المنتجات المخبوزة يعني الخبز فيستعمل الخميرة البلدية فكتكسر هاد الفيتات هاد المركب ديال الفيتات وكتخلي أن الجسم يستفد من المعادن اللي كينا معا ديك التغذية اللي كليناها بالخبز وهكذا غادي يستفد من الظنك اللي كينا في ديك التغذية والقضية ديال القطاني ممكن الواحد قبل ما يطيب القطاني طبعا احنا كندروها في المغرب كي نقعوها في الماء يعني كترقدوا في الماء فكل ما ترقد القطاني في الماء كيخرج منه واحد شوية ديال ديك المادة ديال الفيتات اللي كتمنع امتصاص المعادن والعناصر الغذائية المهمة في هاد القطاني وكذلك الطهي يعني احتملك الطيب القطاني كي يتم تقليل تركيز اللي كين فيها ديال الفيتات وهكذا غادي تستفد من امتصاص الظنك بفضل قلة الفيتات في الاكلاء ديالك شنو هي الجرعة المهمة اللي خاص الواحد ياخد ديال الظنك يوميا يلقى بان عنده نقص الظنك اغلب الخبراء كيصرحوا بانه ممكن توصل حتى الاربعين ميلي جرام يوميا يعني الاربعين ميلي جرام ديال الظنك يوميا باش تعود الظنك اللي نقص عندك افضل انواع ديال هاد الظنك هما اللي كيكونوا على شكل اوروتايت او لالجليسينايت زنك اوروتايت او لالزنك غليسينايت فهدو افضل انواع ديال مكمل غدائي ديال الظنك كيخلوا ان الامتصاص يكون جيد في الجسم وكيستفد منهم اكثر من الانواع الاخرى ديال الظنك سيلاقوهم في الكاجو وفي اللوز سيلاقوهم في البيض فهذه الأغذية كاملة غنية بالزنك الواحد يحاول يعني يتناولها ويدخلها ضمن النظام الغدائي اليومي دياله هما الناس اللي ممكن يكونوا معرضين لخطر نقصان الظنك كما قلنا في الاول الخدج المواليد اللي تولدوا قبل الوقت يعني قبل اتمام تسع اشهر من الحمل فهدو كيكونوا في خطر نقصان الظنك الحوامل ايضا كيكونوا معرضات لخطر نقصان الظنك بسبب الحمل وكذلك الناس اللي امراد بالروماتيزم يعني التهاب المفاصل الروماتيزمي بالنسبة للناس اللي كيعانيوا من داء السكري الظنك نعم مهم واتبتت الدراسة بانه كي يساعد في تقليل مستوى السكر في الدم يعني ممكن المرضى للسكري يعتمدوا عليه باش يزيدوا يخفضوا ذلك السكري لما كيبغيش يتقادلهم ولكن جرعات عالية الي اخدها الواحد ممكن غدي تهبط له السكر اكتر من القياس بالنسبة للتحاليل بغيت ندير تحليلا باش نعرف واش في فقر الظنك ولا لا تحاليل الدموية كيقولوا بانها يعني مضبوطة مئة بالمئة كين تحاليل ديال الدم وتحاليل ديال البول وتحاليل ديال الشعر كيديروهم كاملين باش كيشوفوا يعني مستوى ديال الظنك في الجسم ديالك ولكن المشكلة هو ان الظنك الى اشتيت توزيع دياله في الجسم واحد في المئة هو اللي كين في الدم وتسعوده تسعين في المئة كين داخل الخلايا ديالنا كما قلنا في الاول كيدخل في تصنيع ديال بزاف ديال المواد والهورمونات في الجسم ديالنا وحتى الادئين والانظيمات اللي كيعتمد عليها الجسم في العمليات الحيوية دياله يعني ما عنده ما يدير في الدم كيكون داخل الخلايا باش كيدير ديال 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 الدم فانت يالله كتعبر ديال الظنك اللي كين في الجسم ديالك كامل غادي تلقاها نقصة وهذا ما كيدلش بان عندك نقص الظنك كين الظنك في الخلايا ديالك بما مقداره تسعوده تسعين في المئة من مجموع الظنك اللي كين في الجسم ديالك فلهذا ما كيعتمدش بزاف على هاد التحاليل ينتم او البول او الشعر ولكن كين نصحوا بان ممكن تدير بعض التحاليل اللي غتورك واش عندك نقص الظنك ولا لا كين بزاف ديال اسماء منها ولكن احنا غادي نتطرق غير تحاليلة واحدة كتدار بزاف في المغرب هي تحاليلة ديال الانزمات ديال الكبدة يمكن الواحد يديرها وللقاها هابطة على ربعين تنوى يعني احتمال كبير غادي يكون عندك نقص الظنك خصوصا إلا كانوا معه بعض العلامات اللي اذكرناها في هذا الفيديو هاد التحليلة هي فوسفاتازالكالين بي اا هاد يديروها بزاف المختبرات ديالنا عند المرضى ديال الكبير او لبعض الامراض الاخرى باش كيشوفوا تقدم المرض او لباش كيعرفوا تشخيص ديال المرض من البداية دياله فوسفاتازالكالين إلا كانت قل من ربعين فغالبا هناك نقص في الظنك علاش حيث هاد فوسفاتازالكالين هي عبارة عن انظيم كيعتمد على الظنك باش يتصنع يعني لما كانش الظنك او ليلة كان نقص الفوسفاتازالكالين غد يكون الانتاج ديالها قليل فغد دير تحليلة غد لقى فوسفاتازالكالين قليلة وغد تعرف بان الظنك نقص عندك معلومات متنوعة حاول نختصرها على معدن الظنك هاد المعدن المهم في الحياة ديالنا خصوصا المناعة وتصنيع البروتينات ديالجسم ديالنا نشوفكم على خير في فيديو اخر ان شاء الله كان معكم طبيب الامل منا الف سلام اشتركوا في القناة